تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تطوير مستشفى العريش العام واستحداث عدد من الأقصام والإجهزات به وذلك خلال جولته التفقدية بمحافظة شمال سيناء واستمع مدبولي إلى شرح حول جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي سيناء والتي تأتي تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتح السيسي وفي إطار الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء وما تتضمنه من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية ترجمة نانسي قنقر